السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم حبيبي ومتابعني في كل مكان أنا ماروة زهرة إن شاء الله النهاردة هقدم لحضركم ريفيو خاص بكتابي الباهر في مادة اللغة الإنجليزية Connective Connective Plus للصف الخامس لبتدائي الفصل الدراسي الثاني لعام 2024 قبل مبدأ الفيديو باتمنى لو بقدم لحضركم معلومة بسيطة قولوا وتدعم الفيديو بأكبر عدد من اللايقات وشرفوني بالاشتراك في القناة وفعلوا الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم إشعارات بالفيديوهات الجديدة اللي هنزلها إن شاء الله تابعوا الفيديو للآخر واستفادوا من عرض محتوى المادة بشكل بسيط جداً خلونا الأول نتكلم على كتاب Connective وده الخاص بالمدارس الحكومي والكتاب بيكون عبارة عن جزئين الجزء الأول ده اللي بيشرح المادة وجزء الثاني ده الملحق اللي بيكون مع الكتاب الأساسي والملحق ده جماعة حرطياً اختراع الملحق ده بيكون بجمع لكم فيه كل القواعد اللي أولادنا درسوها من الصف الأول الابتدائي لحد الصف الخامس جاب لكم كل الأسئلة اللي مش بيخرج منها الامتحان عرض الشرح القاعدة بشكل سريس وجميل لو حضرتك مدرسة أو مدرس وبيسمعوني تقدروا تستخدموا الملحق ده في اللي انتو تعملوه يكون خاص بالامتحانات اللي انتو بيقيموا فيها الطلبة داخل الحصص عندكم دي أول حاجة كمان بيعرض بقى كل الكلمات الموجودة على اليونتس بطرقة سهلة جداً شايفين دي كل ده لسه ما بدأش في يعرض الجزء الخاص بالمادة كل دي كانت مراجعة للقواعد بدأ بقى يعرض الأجزاء الخاصة بالمادة بيجمع كل الكلمات المهمة على كل يونت ويبدأ يحطاها في الكتاب ده بيبدأ يجمع كل الأسئلة المهمة الأسئلة دي يا جماعة مش بيخرج منها الامتحان كمان بدأ يعرض سؤال الترتيب بدأ يعرض الأسئلة الجديدة اللي نازلة في موصفات الورقة الامتحانية الجديدة إن هو السؤال اللي صوب الكلمة الخطأ كمان بدأ يعرض زي ما انتو شايفين وراء كل يونت تلاقيين جمع كل الكلمات المهمة جمع كل الأسئلة المهمة كل البراجرافات كل كتابة الإيميل كتابة كل أي جزء جديد بينزل في المادة تلاقوه موجود في نهاية الملحق ده طبعا بيكون عارض امتحانات والامتحانات دي بيكون جايب في النهاية خالص كل الإجابات بتاعتها تعالوا بقى شوفوا عارض الكتاب الأساسي اللي هو الكتاب اللي بيشرح المادة نفسه ده الجزء الأول اللي هو إيه كونكتة طبعا بيشرح المادة بترقى ثالثة وجميلة ما فيه زحمة في الكلمات اللي اتعقد الطالب مع كم المنهج الكبير بيجيب كل الكلمات المهمة بيجيب كل المصطلحات المهمة عليه في شرح المادة بيجيب شرح القعدة المهمة بيجيب اختبارات وأسئلة كتير متنوعة الفقرات المهمة بس من غير كلام كتير يعقد الطالب أو يدايقه في المادة نفسها كمان جايب لكم زي ما انتو شايفين قدام حضراتكم عارض للمادة في شكل شيء قوي 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 الكتاب ده يا جماعة احنا ضربناه على مدى التلاث سنين اللي فاتوا حرفيا مش بيخرج منه الامتحان بالزاد كتاب الكنكتو الكنكتو بلص كمان وأنا هاعرض معاكو كتاب الكنكتو بلص دلوقتي طبعا في نهاية كل يونت زي ما انتم متعاودين من كتاب الباهر بيجمع كل البراجرافات المهمة وبيبدأ يعرضها علشان الطالب يبدأ اللي متعود على كتاب البراجراف يكتب اللي بيحب يحفظ جملة علشان يدخل معها جملة تانية من دماغه يبدأ يتعاود برضو برضو مجمع لكوز قموس في نهاية كل يونت على كل الكلمات المهمة اللي الطالب يقدر لو هو حافظ طبعا وعمل إيجادة في حفظ الكلمات يقدر يحل الصفحة دي بمنطقة البساطة جدا بجاء برضو تجميع الامتحان الكامل على اليونت الامتحان بيبقى جميل جدا ومش بيخرج منه الامتحان تعالوا شوفوا اليونت تمانية برضو العرض اليونت التمانية بأول ما بدأ بدأ يشرح بأسئلة متنوعة وبدأ يجيب كل الكلمات المهمة في بداية اليونت وبدأ يعرض عليها تدريبات بدأ يعرض القاعدة بعد معرض القاعدة طبعا بدأ يشرح عليها القواعد بدأ يجيب كل الكلام المهم بدأ يجيب أسئلة بتير الأسئلة بتير جدا في الكتاب بصراحة بيعرضها بشكل شيء وفي ميزة كمان بقى إنه ما بيجيبش أسئلة ما بيكونش شرح الجزئية بتاعتها قبل كده دي ميزة حلوة أو في الكتاب بصراحة تعالوا شوفوا البراجرافات برضو كل يونت كل يونت مجمع لكم كل البراجرافات بعد البراجرافات عامي القموس للكلمات المهمة بعد القموس بتاع الكلمات المهمة بدأ يعرض امتحان والامتحان بيكون شامل وتقدروا تقيموا الطلبة اللي معاكم من خلال الامتحانات دي ومن خلال القموس بتاع الكلمات ده إنه هو يكون زي بتاع امتحان كده والطلبة نفسه مع بعض على الامتحان ده زي ما انتوا شايفين أهو ده كل عرض كتاب الكنيكت أنا لا أصدق أفر معاكم الكتاب عشان تتفرجوا على الكتاب قبل ما تروحوا تشتروا بصراحة الكتاب ممتاز جدا والكتاب شايف تعالوا بقى شوفوا كتاب الكنيكت بلس والكتاب كونيكت بلس بقى حرفيا ده اختراع يا جماعة اختراع بالذات الملحق بتاعه الملحق بتاعه ده الورق بتاعه جودته عالية جدا الأسئلة فيه متنوعة كل القواعد بصراحة فوق الرائعة اللي فيه بيعود الطالب ان هو يتعلم لغة انجليزية بصحة يبدأ يقرأ بأي كتعة كبيرة صغيرة يبدأ يقرأها أسئلة متنوعة شرح قواعد أسئلة على القواعد أسئلة على سؤال الترتيب اللي هو بيكون طويل جدا كمان اللي بيكون ليه أكتر من حل القواعد برضو ما فيش سما شافس ولا قواعد كتاب الكنكت بلس ده بقى مش بيخرج منه الامتحان بتاع الكنكت بلس ونصيح تريكم برضو حتى لو انتم في الصفة الخامس ابتدائي ومش في تجريب الوقت تقدروا تجيبوا الكتاب ده وتشتغلوا فيه في الأجازة لأن الكتاب ده بيكون عال كل الكنكت بتاع الصفة السادس داخل الكتاب بتاع الكنكت بلس بتاع الصفة الخامس وتبقى الأجازة طويلة حتى لو كل يوم تاخدوا منه صفحة واحدة بس حتى لو انتم في مدارس حكومي ده الفكرة دي فكرة جميلة جدا وممتازة للناس اللي بتسمعني والناس اللي بتحب تأسس ولادها في الإنجليزي في الأجازة تقدروا تشتغلوا من كتاب الكنكت بلس حتى بداية من الصفة الأول لحد الصفة السادس بصراحة كتاب الكنكت بلس ده ممتاز جدا من عرض بقى ان هو يقرأ بقى صفحات كبيرة لغة إنجليزية بطلاقة من هو يبدأ يتعود يفهم يعني إيه كلمة ستوري ويبدأ ياخد الستوري ويبدأ يحل عليها يبدأ ياخد أسئلة الترتيب الطويلة يبدأ ياخد أسئلة إنه هو يكتب باراغرافات بقى كبيرة برضو مش باراغراف صغير في أكثر من موضوع زي ما انتم شايفين عرض المادة بصراحة حتى الكلمات بتاعته مش بيجيب كلمات زحمة أو كلمات كتير لأ بيجيب الكلمات المهمة والشاملة على المادة والأساسية واللي ما تعملش تقصير برضو مع الطالب إنه هو يبقى حافظ كلمات إنجليزية أو يبقى عنده حاصيلة لغوية في اللغة الإنجليزية زي ما انتم شايفين أهوت أنا بارد برضو بدأ يعرض الستوري أهو زي ما حضراتكم شايفين برضو عرضها بطريقة شيقة ولادنا اللي بيمتحنوا في Connect Plus أسئلة الستوري دي مش بيخرج من كتاب الباهر حرفيا وبرضو شايفين عرض الكتاب بطريقة جميلة قوي بصراحة بحب كتاب قوي بحبه لأنه مش بيخرج منه الامتحان وبيسهل علينا ومش بيعمل لنا زحمة في الكلمات وكمان بيعرض النادى بطريقة ثالثة كل الأسئلة المهمة لقاها موجودة في سواء كانت قواعد سواء كانت أسئلة ترتيب أسئلة اختياري أسئلة باراجرافات حتى لو أنتم بتجيبوا الباراجرافات من بره أو بتتعودوا مثلا على كتابتها مع مدرس هو بيكون مسهل عليكم وعرضوكم الباراجرافات بجمل بسيطة أنتم تقدروا تستخدموها وتستغلوها وتدخلوا عليها جمل تانية فدي موزة في الكتاب برضو وبرضو الكلمات اللي انت جمعي كل كلمات اليونتس دي مع المهج الكبير ده بتسهل عليك يعني بقاش عامل عليك ضغط في كم الكلمات كتير قوي ولادي مش عارفين يحفظوا لأ خلاص عدينا نقطة دي مع الكتاب بصراحة لأنه بيحدد كل المهم برضو في شرح القواعد بيشرح كل القواعد المهمة ما بيسيبش قعدة في الكتاب ما بيشرحهاش حرفيا ده كان عرض الكتابي الكنكت وكنكت بلاس للصف الخانس ياربكم بقدم لكم معلومة مفيدة طبعا بشجعكم كلكم تشتروا كتاب وتشتغلوا منه الكتاب الكنكت بلاس بمية وعشرة وبكتاب الكنكت كمال بتمانية وتسعين جنيه ياربكم بقدم لكم معلومة مفيدة دعواتي لكم حبايبي بالتوفيق والنجاح كنت معكم بسمر وزهرة اشتركوا في القناة